موسيقى جديد يسعد صباحكم مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الحوارية الثالث اليوم لكل مجتهدين نصيب ضيفنا اليوم متفوق بشهادة التعليم الثانوي العلمي 240 ما شاء الله عليك الحسين أسلام أهلا وسهلا فيك حسين أهلا فيكم يسعد صباحك إن شاء الله ألس مبروك الله يبارك فيك بداية مبروك عن نجاح الله يبارك فيك ثانيا مبروك على التكميلية اللي عوضت فيها العلامة ونص اللي كانت ضائعة ربما نتيجة معينة ياريت تحكي لنا عن هذه التفاصيل وقت طلعت النتيجة كنت متوقع أنه تكون رايحت لك هالعلامة ونص مرحل لك كنت متوقع أنك تجيب علامة تامة لا أهلا كنت متوقع لأنه أنا لما قدمت الرياضيات أنا نسيت سؤال نسيت طلب وطلعت ما كنت ما إلي خبر نسيانه لبعد ما رجعت على البيت كذلك تشفت أني نسيانه فكنت متوقع بدو يرحل العلامة ونص العلامة ونص هني رحلك بس هالعلامة ونص من المجموع رجعت أكملت أكملت ورجعت ونسترددت أول شي لا بعدين إيه؟ أعترضت أنا بعد ما بعد ما أكملت بعد ما أكملت بعد ما أكملت بعد ما أكملت أدى كان رايح لك؟ يعني لما طلعت نتيجة الرياضيات المأكملة شو كانت رايح؟ هو بلت كميلي رحلي على مو نص قبل كان رايحلي 3.7 كنت نسيان لهي آآ آآ لما أكملت كان رايحلي على مو نص ما بعرف يعني معرفت عشو هاي متأكد أنه أنت مو نسيانة؟ لا ما أكنت أساس طالع حتى صلحت وهي مكان معيشي أعترضت رجعولي شي أربع خمسة إيه رجعولي فإن شاء الله أرسل بلو فصار 240 240 أه الحمد لله دايما أنه الناس التانين أنه بيجيبوا 240 وما بيروحوا ولا علامة كيف بيعيش حياته؟ كيف بيدرس؟ كيف بينظم وقته؟ كيف بيقدر أنه ما يغلط ولا غلطة؟ يعني كثير بيتساءلوا الناس؟ هنا بس يدرس ما أنه تنظيم أو إليه طريقة خاصة أو شي بس يدرس ما هي يضل يدرس ما يمل يعني ما سهل هل تتحدث برنامج أنت؟ لا ما بالضبط أنه برنامج على الساعة متما به كذا لا بس أنه مثلا في هالمواد لازم خلصة اليوم هالكذا لازم خلصة اليوم والأسات زي الحال هن بينظموا يعني ينظموا هلا دائما كل ضيوفنا المتفوقين اللي احنا كتير من نحب أن نستضيفهم ونلقي الضوء على فعلا تجربتهم الحلوة وعلى النتيجة المبهرة اللي يعطونا إياها دائما ما بيكونوا حاطين جدول يعني خلص أنا بعرف حالي عندي هيدا المادة عندي هيدا التوقيت فبيكون عندهم ربما حس مسئولية هو الجدول خلينا نقول وليس الجدول الزمني ممكن هي المسئولية أو الضمير هو اللي بيخليه يضل والماما والبابا شو وضعا نوجه لتحية للماما تحت الهواء شو قد ما عزبونا بالدراسة؟ لا بالعكس كانوا دائما دعمين دائما ما هي ما ما لزموني عشي أنه يقوم بدروس أو كذا لا بس يعني دائما الأهل دائما بيبدون ابنهم يضل يدرس ويضل القلق اللي بيرافق الأهل ربما في أهل بيسببوا أشفال لولادهم قلق بيخلوهم يوصلوا لفترة الامتحان وهنن خايفين في أهل هنن بيكونوا داعمين بيوصل الولد للفحص هو مرتاح قد بيأثر فعلا تعامل للأهل خاصة أنه أنت عندك رفقات وشفت هيدا النوعيات من التعامل شو أثرت على الطلاب؟ كتير بيأثر كتير في عالم كانت لما أول مادة الفيزياء كانت راح تموت من كتر ما خايفة وعالم عادي شايفت عادي تذكرتني بهايدي اللحظات أنا وكانت ابني عم بيقدم الفيزياء أنا اللي كنت كتير متعباء لا أنا ما بكون متعباء أنا بكون عام ببكي بس أحابست عرفت كيف بس وقفت على الامتحان فأنا بقعد ببكي بره أنا خلص أنه الأهل هني بالفعل بيكون عندهم حالة الرهبة والخوف أكتر من الطالب نفسه لأنه حاسب المسئولية تجاهه وخايفين أنه تعب ما يقدر يحقق اللي يبدو ياه أول يوم رحت على الامتحان أنت كيف كان وضعك النفسي؟ أول يوم كان أصعب يوم كنت كتير خايف وما حكيت أنا أنه خايف بس كنت خايف حتى اللحظات لبين ما تنطري الورقة لا تيجي بأول مادة بتكوني كتير خايفة بعدين يعني بعد تاني تالت مادة بتسهل الأمور هلا بيقولوا إذا طلع الطالب من أول مادة عامل منيح فبيرتاح باقي الفحص إذا ما عامل منيح فبيضل متكركب هلا هي المعلومة الصحيحة أو اللي بتعتمد على معلومات الطالب؟ أكيد خصوصا أنه الفيزيا هلا هي صعبة بس ما أصعب شي فلما بيطلع من أول مادة اللي هي فيزيا وبيشوف أنه ما كتير عامل منيح بيقول مثلا بينه وبين حاله معنه هي مصح أنه كيف باقي المواد كيف بدي أعمل أو هاي فأكيد بتأثر ها؟ بتأثر بالفعل أنه إذا أول يوم ما كنت منيحة فبضلي بتفكري بأول يوم أنه أنا ما عملت منيح فهذا بيأثر على أداءنا بالمواد الثانية أنت طب أكيد إن شاء الله إن شاء الله ليش؟ من الوقت كنت صغير أنه أنا حابة بصير دكتورة يعني هذا كان هدفك من هلا رغبتي الأولى أنا وصغير لأ مطب شكرا كانت تمثيل تمثيل معهد علي الفروم الصحيح الحمد لله تتبدأ لغلباتكم بس مثالك الأستاذ حسين عباس فأكيد بالدم بالجينات فيها الأصحيح أكيد بس مغامرة ما أنا أخذ هالمغامرة خطرة ممكن ما تصبطي ممكن ما تنقبلي ممكن مثلا تضلي الشي عشر سنين لا تشتغلي ولا يصلك فرصة بالفعل الشي عام أكثر أكثر بس ممكن يكون التمثيل يعني هي موهبة رديفة لدراستك الجامعية ممكن تفكر هلا بعد ما ارتحت نفسيا وقدرت تفوت على الجامعة تحاول أنه تمثي؟ ممكن ممكن كل شي ممكن شربت تتمثل بالبيت يعني كعندك تجارب خلال المدرسة على المسرح المسرح المدرسي أو الشبيب؟ مسرح مدرسي لا بس كنت قلت الأساذي بس بس إخت ضامن متفوق ومشاغب طبعا نقلت شي حدا مثلا نقلت شي حدا اليوم في شخصية هيك أنت بتقلده؟ أعذريني منها لأنه هلا أول شي إلي زمان ما مقلد وخلص سلت لهي رح تنبان أدخل إذا من قلد شخصية من ضيعة ضايعة 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 أه قلد حسين حسين لا قربنا هيك على الأريض أه لا أصرنا ماش خانو ما بيزع لا لا خاطر هي قلد حسين حسين شباك لك سيدي شباك لك سيدي آي آي بضل هي هلا هي الشغلي أكتر ما أنه تقليد كنت للعالم اللي ضل أحضرن أو هاي بس هيك يقدامون أعملها بس يعني بجوز أنا تكون بالأصل الموهبة أو هاي ما عندي بس أنا بحب هيك كنت حب من أنا وصغير شوف الممثلين أو هاي بس له أكيد في شي إنه عندك ممكن بدي بس تطوير شوي ممكن ممكن تشتغل على القصة طيب ألبت يعني كانت أول متل ما بيقولوا طموح تمثيل بعدين كبرت شوي زاد الوعي شو صار بدنا نصير صرت بدي طبيب يا بشري أسنا آه خلص يعني أنت هاي دي المرحلتين بس أنا أبني كتير بدي المهن بين الأول مهن لا لا بس كانوا هاتني من نصف التاسع نخلط بلاها وخلاص نشتغل على الطوب طيب اليوم نحن أدي بحاجة للطبيب الجيد للطبيب المتابع اليوم للتطور العلمي اللي عم بيصير حوالينا أنت أحلامك يعني أنتي مو بس بدك تدرس طب أكيد في عندك أبعاد تانية عم تفكر فيها ها صراحة أنا برأيي الطب بدو يأخذ كل الوقت يعني أكتر شي بدو التزام حتى كمدة سنوات يعني إذا واحد بدو يفوت بشري بدو 6 سنين بعدين الاختصاص حسب wrestle السنوات فبحس صعب شوي الواحي يدور على شغلتك حاسبت اختصاص محدد أنت عم تفكر فيه؟ لا 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 ما في شي محدد حاسبت طريق شوي الواحي ليفكر مثلا في ناس تقول لك أنا مدي يفوت مثلا قلبية لا لا صراحة ما عندي اختصاص محدد هلا بفضل الجراحات شوي بس كمان يعني ما أنا شي قاطع ممكن تغير ممكن تغير تجميل خالته تجميل التحضيرية هي السنة القادمة لأيلاك هي راح تكون سنة فيها جهد وبدو يكون فيها فعلا دراسة كتير كبيرة ادي حاسس حالك هيك؟ متحمس يعني احنا دائما بنعرف طالب البكالوريا بيطلع انه مستنفس كل طاقاته بعث البكالوريا اليوم انت بسنة لتدخل الطب والطب هو يعني بحاجة الى دراسة كتير كبيرة كيف استعداداتك السنة؟ بلشت ما بلشت؟ حتى التحضيري أصعب من البكالوريا في عالم كتير بتقول هاي بلشت بس على الخفيف السلة هلا ما ما تتقبل الكتاب؟ معا؟ ما تتقبل الكتاب؟ لسه ما ما هي عال خفيف اسه اسه يا هالشهر حتى لا تعتبليش مفروض من أول عاشر نبليش بلش بلش الثام رسمي بس ما لاحد هلا لا ولولا سمكتي ما كتير يوم إيه يوم إلا هلأ الكل اللي منعرف أنه أو مو نعرف عفوا أنا اخطأت بالتعبير الكل بيظن أنه الطالب المتفوخ ما عنده هوايات تانية أو ما بيمارس شي غير الدراسة أنت كان عندك هوايات معينة عم تتابع شي معين ولي بدك تأكد هيدا المعلومة هلأ كنت قبل بكالوريا أعزف كنت أعزف على الكمان بس لأسف مرح أقدر أكمل هلأ لسبب الوقت التحضيرية بدأت تاخد كل وقتك قصة فبدو يصيره سنتين وبريد انقطاع سنتين يعني ما نو ما نو كويس أبدا للعزف خصوصا أنه بدأ التزام أدي دلت تعزف أنت الفترة اللي دلت تعزف كنت تعزف من لما كعمره شي سبع سنة أوك يعني فترة زمنية طويلة لازم تكون أنت مأسس خامم والسيطية معينة مفروض تكون كويس لغة البكالوريا كنت ملتزم فيها بس بعدين البكالوريا لأسف خليتني وقف ولأسف مرح أقدر كم لا بس أنه بتبقى يمكن هي بوقت الفراغ ممكن تتمارس هاي الهواية أنت يعني أكيد بيكون أنت بهذا الوقت الطويل من علاقتك مع الكامنجة يعني أكيد بتصير أنه هي ملجأ لإلك أنت وفرحان أنت وحزين وأنت عم تخلص البحث الأول تبع الفصل ممكن بس بحس بدأ الموسيقى بدأ التزام للي بده يلتزم منيح يعزف منيح بدأ التزام منيح يعزف هو باله مرتاح ما مثلا هو عم يوزه يفكر عندي كذا وعندي كذا أبدع فيها كلها أهل إن بعض في حدة سنة رابعة طب هو أفتس جيل وعم يدرس موسيقى عادي أنا بعرفه أنا بعرفه حلو كتير أول شهادة بالبيت أنت لحسن؟ أنا أول شهادة وآخر شهادة أول شهادة ووحيد وحيد وحيد الله يخليك لأهلك معنات ما رح نقل لك شو تأثيرك على أخواتك بس أحكي لي تأثيرك على الأقرايبين اللي هن بدون يجوا على البكالوريا وكيف بدون يلحق هذه العلامة يعني أنت صرت هلأ مصدر منافسة هلأ في الشغلي كمان أنا أصغر واحد بالعائلة بس بسوريا هلأ في اثنين برة هن بالأصل بلدانين في فرنسا وبألمانيا فبتوقع ما ما كتنين عن دول علامات إذن ما عندك أي منافسين ضمن العائلة اليوم طيق اليوم في كتير طلاب عم يحضروا بكالوريا وإمكان تاسع ممكن شو النصيح اللي تقدملون إياها هلأ النصيحة الدراسي بتوقع لكل بيعارفها ضلوا درسوا ما تملوا لأنه بس تشوفوا النتيجة بتنسوا كل بتاعها صحي والشغلة التانية النصيحة اللي أنا للأسف ما التزمت فيها هي ما تأثروا بالحكي شو ما نحكها شو ما تأثروا برفقاتكم أو بالأهل أو بهاي ما ما تأثروا أبدا خلوكم أنتو عم تدرسوا من شانكم لألكم بس يعني إيجي حدا من رفقاتك مثلا يقول لك اي حسين هلأ شو بدك امشي من روح منتسلم ونطلع الكافتيريا منغير جو يلا لحها عم تدرس اي 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 أنا ما بس أصدعت هاي أصدعت تأثير أثناء الفحص أنا لما رحلي بأول هاي كتير زعلت لأنه في كتير رفقاتي كانوا مثلا عاملين منيح سواء برياضية وأنا ما عامل فإنه تأثرت وزعلت وكان وضعي النفسي ما كتير زابط وقت طلعت النتيجة تفاجأت اه اه تفاجأت بس يعني بفترة الفحص كانت كتير بشعة فما ما تتأثر وخلص اللي صار صاروا أنتم بدكم بحالكم بس ما بدكم بالغير دائما الحالة النفسية للطالب كتير بتأثر عليه قبل الفحص كان فيه حدا يدعمك بالحكي أو تحس فيه حدا عم بيقلك إنه يلا ومعنا وقت ومنلحق وكذا يعني أنا بعرف كتير طلاب أنه إحنا مخلصين مثل هلما خلصت يعني هاي دي الكلمة الدائب بتأثر في كتير كان هلا أمي كانت دائما دعمتني حتى يعني كانت تضل بالبيت من نجعب نجعين لك حيدي عم تسمعنا فمهين عم تعزبي وفي أولاد خالاتي كانوا دائما يعني كان في عندي بنت خالتي أنا أكبر مني بثلاثة سنين كانت تضل تحكيني حتى وميت الرياضيات أنه كتير دعمتني هي شيء شعلتني من هال هيك الزعل اللي كنت فيه أنا آه وتطلعتك من الحال اللي كنت فيه أنه زعلان على الثلاثة عامات اللي راحوا بس ما شاء الله عليك أنه قدرت تعاوضهم مرة تانية دائما سأوقت بيجو برفقات بالمدرسة أوه أنت لهلما ختمت المنهاج غير مرة أنا ولا ختمته ثلاث مرات يعني يأثروا فيك يعطوك مثلا حافز ولا يحبطك معقولي أنا لهلما يعني مخلص غير مرة مثلا والله الثلاثة يعطوكي حافز بس أنه بضلوا نسلوغ تزعالي مثلا أنت عم تدرسي إنه طب ليه شو كذا هلأ شو عمل هو أنا معملت هيك دائما وهذا اللي عم بحكي عنه مت أسطلو أنت بدك بحالك بس يعني في عالم بتخلصوا مرة بتجيب علامة ممتازة أكتر من اللي بيخلصوا مثلا أربع مرات أو خمس كل واحد بالطالب كل واحد أنت كم مرة خلصته المنهاج هلأ كل مادي شيكل في مواد مثلا الحفظية مشي ثلاثة أو أربع مرات وفي مواد مرتين في مواد مرة مثلا الدياني مرة بس كانت هلأ طالب البكالوريا إجمالة هلأ فار من صف الحدي عشر بتجهز حاله من الحدي عشر ببلاش يدرس البكالوريا تبعت نفس الطريقة تحضرت من الحدي عشر للبكالوريا بالفصل الثاني حدي عشر يعني عراس 2021 كنت أين بلا نشوف نحن كتير طلاب اليوم نحن نأخذ تجربت كل حتى نقول لهم ياه للطلاب المقبلين العام القادم على تقديم شهادة التعليم الثانوي منلاقي بالصيف بياخدوا كل المنهاج أو بيضغطوا كل المنهاج هل هذا صحيح أنه أنا خلص من الصيف وبعدين خلي الشتوية للمراجعة برأيي لا بيمل بيمل الطالب إذا خلص بسرعة وضلي عيتي يعني ببلش عمها الأول شي مادتين مثلا وبالصيف سجل مثلا كذا مادة المواد الأخيرات اللي ما كتير مهمين قصديك بالمجموع ببلشهم مثلا بالسنة وهي بس يعني ما مضروري تضغط حالك من الأول لا مضروري مهم وفي وقت بالبكالوريا في وقت مني أنا أعتبر المسئولية الداخلية للطالب إحساسه الداخلي إصراره تصميمه للوصول لمكان معين ربما هو أهم من كل ما أعرف أنت إذا تصحح لهذه المعلومة لا لا صح ما أعلم اللي حكيت لي صح هو كل واحد تجربته كل واحد شو بيحز شو هدفه ربما هدفه طوحي كل تجربة مختلفة عن الأخرين كل طالب له تجربة مختلفة لكن منها يمكن تجتمعوا كلكو أنه بتجيبوا العلامة التامة بتبعنا لك التوفيق الحسين أسلان شرفتنا وإن شاء الله بشوفك من أهم الأطباء بالسورية الله يسلمكم يا رب شكرا إنك إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله يا رب نشوفك بالمحلة أنت بتحب تسلموا يا رب شكرا 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 شكرا